في أخبارات الاقتصادية أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن التكلفة الاستثمارية لمشروعات جديدة بالمنطقة تعقد عليها مطورون صناعيون في عام 2020 بلغت ملياراً وسبعمائة وسبعين ألف دولار وأوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تقرير الحصاد عام 2020 أن المطورين الصناعيين بالمنطقة تعقدوا على 24 مشروعاً في 2020 يتم تشغيلها خلال ثلاث سنوات القادمة وأضافت أنه جار التفاوض مع مجموعة من الشركات الوطنية والأجنبية المتخصصة على إقامة مشروعات مستهدفة لصناعات البتروي كيمويات والصناعات التكملية من الحديد والإطارات والستالس وكابلات الألياف الضوئية ومناطق لوجستية لتخزين السيارات